اقام اقتلاف الثقافة المستقلة مهرجان الفن ميداني الذي يقام كل شهر تأكيدا على مطالب الثورة والتأكيد على ان الثورة مستمرة احنا اول مرة نشارك في الفن ميدان وعرفنا عن طريق الاصدقاء وتواصلهم على الفيسبوك وبدأنا معهم ان احنا نشارك ونفعل وحسنا بقيمة الوضع بعد الثورة فاتجهنا ان احنا نعمل كورسات مخفضة وهو عبارة عن نشاط لاكاديمية ادم نشاط كورسات تدريبية تأهلية للتوظيف وبدأنا ان نتعامل كمان بالتعاون مع نقابة العاملين بالقطاع الخاص بحيث ان احنا نقدر اللي نأهله نقدر نوظفه عن طريق النقاب كان من ضمن فعاليات المهرجان جدارية عن ثورة 25 يناير ومعارض فنية وفرق غنائية كل فنان يحب يشارك في الجدارية يتفضل يشارك واي حد من تزوق للفن بيشارك معنا ممكن يشارك بخط بكلمة مفيش اي معنى من اي حد يشارك مفيش مشاكل يعني واحنا كلنا ابناء مصر نحب نشارك في اعلاء الكلمة يعني بعد الثورة تختلف كتير عن قبل الثورة يعني بعد الثورة بقى ليها الرأي الشخصية بقيت عرف اتكلم بمنتهى الحرية بمنطلق الحرية بقيت عرف عبر عن رأيي اشتركوا في القناة موسيقى